تحذيرات دولية من انكماش إنتاج العراق النفطي وتوقعات بارتفاع عجز موازنة 2024 إلى نحو 7% بسبب يضعف آفاق الإرادات النفطية واعتماد الحكومة عليها بشكل أساس فضلا عن مخاطر سياسية وأمنية تتصاعد وطيرتها في البلاد بحسب مؤسسة فيتش سولويتشنز المؤسسة الدولية توقعت أن تتراجع الإرادات الحكومية إلى نحو 34% هذا العام مع ارتفاع النفقات في الموازنة كما وكشفت أحدث الأرقام لمؤسسة فيتش سولويتشنز للأبحاث انخفاض إرادات العراق النفطية إلى نحو 15% في 2023 نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب ضعف آفاق الإرادات الذي يعكسه أحدث قرار لتكتل أوبك بلاس بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى حسيران من عام 2024 والاضطراب الجاري لتدفقات الخام من كردستان العراق إلى ميناء جهان التركية وكلها عوامل رأت فيها المؤسسة الدولية أنها ستظل باقية خلال هذا العام كما أكدت فيتش سولويتشنز أن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تتوقف على التطورات في قطاع النفط مضيفة أن هناك إمكانية لتراجع أسعار النفط إلى ما دون التوقعات الحالية مما سيدفع أوبك بلاس إلى تمديد تخفيضات الإنتاج الأمر الذي سيفرض مزيدا من الضغوط على إرادات النفط في العراق مشيرة إلى أن المخاطر السياسية والأمنية المتصاعدة هي الأخرى تشكل تهديدا لإنتاج النفط الخام في العراق وسط تأكيدات إلى أن حكومة السودان ستكون غير قادرة على خفض الإنفاق الجاري على نحو كبير بسبب مخاطر حدوث الطراب اجتماعي وهو ما يهدد بعجز كبير جدا في الموازنة لربما سيطيح باقتصاد العراق واستقراره الهش أساسا اشتركوا في القناة